السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج فتوى نحن النهاردة إن شاء الله نفتح سلسلة حلقات مع بعض في كل يوم سابت إن شاء الله هنتكلم مع بعض تحت عنوان إحياء النفوس إحنا محتاجين نعرف شوية عن النفس ومحتاجين إن إحنا نحرك النفس بتاعتنا ومحتاجين إن إحنا فعلا نحييها بعد ما ميت إنت ممكن تتخيل أو تتوقع أو لما بنحكي وإحنا بنتكلم على النفس ممكن تكتشف إن الإنسان راح في اتجاه مثلا هذا الاتجاه ليس صحيحا ممكن يبقى الاتجاه ده اتجاه موت النفس يعني يبقى الإنسان عايش لكن نفسه ميتة نفسه ليست موجودة نفسه ليست حاضرة ودي الخطورة دي الخطورة اللي ممكن الإنسان يبقى عايش بلا نفس أو بنفس خبيثة أو بنفس لوامة أو بنفس يعني ليست موجودة أيضا إنما هناك بدن يتحرك عشان كده أنا عايزة أفصل يعني إيه نفس وهي فين حتة بالضبط النفس دي موجودة بقول ربنا سبحانه وتعالى لما ركب الذات البشرية يعني الشخص اللي قدامك ده اسمه ذات بشرية انت اسمك ذات بشرية ذات يعني كيان موجود هذا الكيان اسمه كيان بشري اسمه ذات بشرية الزات البشرية دي مركبة من عناصر مش مركبة من عنصر واحد أيوة صح أنا عارف انت اسمك فلان اسم شخص واحد اسمك محمد اسمك ندا اسمك كذا اسم شخص واحد إنما الشخص الواحد ده مركب من عناصر هذه العناصر خمس عند العلماء ثابتة وبعضهم في العصر الحديث أضاف عنصر سادس وقال اني قد يكون هناك عنصر سادس ولهم أدلاتهم هنشوف كلام ده قالوا الذات البشرية مركبة من واحد روح اتنين نفس تلاتة عقل اربعة قرين خمسة سر الحياة خمسة البدن بدن الإنسان ستة بقى اللي هي سر الحياة اللي عليها خلاف خلينا في الخمسة المتفق عليكم أول حاجة روح بعدين نفس بعدين قرين بعدين سر بعدين البدن بدن إنسان روح نفس عقل بدن روح نفس عقل بدن قرين خمس حاجات خلينا نمسك واحدة قرآن الكريم هو بيحكي على الذات البشرية اتكلم الأول بتعبير مدمى الفئال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان للذات البشرية من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يبقى كل الكلام على الإيه على الإنسان وبعدين هنا دي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كتحى فبيخاطب الذات البشرية مخاطبة صريحة واضحة واضحة لكن عند التركيب والتكوين لما القرآن اتكلم قاعد يتكلم على كل واحدة من الخمسة اللي اعنا قلناهم بالتفصيل فمرة يتكلم عن الروح فيقول كده ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلة إبقى كده اتكلم عن الروح وساعات يتكلم عن النفس فيقول مثلا إيه حكاية عن سيدنا يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وساعات يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وساعات يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها لا يبقى الروح لا علاقة بالموت ولا لا علاقة بالوفاء ولا ملهاش شوف لما تكلم عن الروح هل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلة قلاص ده قلاص ما حاش عارف فيها حاجة حاجة اسمها الروح إيه الروح إيه كنه الروح وحقيقتها إيه فين حتة هي بتطلع إزاي بتخرج إزاي قصص كبيرة إيه تعلقها بالإنسان وفي بطن أمه طب تعلقها لما بينفصل عنها وبيتولد طب تعلقها هو طفل طب تعلقه الروح بالبدن لما يبقى الإنسان شاب طب لما يبقى مراهق طب لما يبقى خلاص بلغ الأربعين طب عدى الأربعين طب لما يموت طب لما ينزل القبر طب لما يقفوا الدم ربنا شوف كل دي تعلقات للروح فده موضوع جامد قوي بتاع الروح ده خصة كبيرة قوي 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 طب نحط الروح كده على جام ونرجع ناخد النفس نلاقي إن النفس كيان مستقل بذاته يختلف عن الروح بيكلمنا القرآن عنها الله يتوفل أنفس حين موتها يكلمنا القرآن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء يكلمنا القرآن عن النفس فيقول مثلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يكلمنا القرآن عن النفس يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بيكلمنا عن النفس في كلام منفصل عن النفس زي ما كلمنا في الروح بكلام منفصل عن الروح يرجع يكلمنا عن العقل بكلام منفصل عن العقل فيعض يقول لنا كده أفلا تعقلون أفلا يعقلون يقول مثلا وما يعقلها إلا العالمون ايه قرآن بيتكلم عن العقل بشيء منفصل وبعدين يتكلم عن العقل كعمل كدور للعقل كمكان للعقل فيقول كده يقول في آية كده وَأَمَّا مَنْ اللي هو الشخص بقى اللي هو الإنسان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ده مين ده ده الإنسان ده الإنسان خاف مقام ربيه يقوم يعمل ايه قال وَنَهَى النَّفْسَ ما قالش وَنَهَى نَفْسَهُ وَلَا وَنَهَى نَفْسُهُ لا 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 قال وَنَهَى النَّفْسَ مين اللي نَهَى وإيه النفس فقام قال لك لا ده في حاجة هنا تالتة لأن النفس ده مفعول واقع عليها الفعل والفاعل بقى اللي بينهاها هو ايه قال هو العقل يبقى الترتيب وَنَهَى العقل النفس عن الهوى يا سلام يعني معناها كده إن النفس دي حاجة تانية خالص والعقل شيء تاني منفصل له الحديث أفلا تعقلون أفلا يعقلون أم لهم قلوب يعقلون بها إذن هو بيكلم عن العقل كشيء منفصل زي ما تكلم عن الروح كشيء منفصل زي ما تكلم عن النفس كشيء منفصل ويرجع يكلمني عن القرين يقول كده يقول وقال قرينه وقال قرينه هذا ما لدي عتيد يقول وجاءت كل نفس أبلها كده وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد بعدين يقول وقال قرينه فالقرين ده حاجة موجودة وله كلام ويكرر الكلام مرتين مرة يقول وقال قرينه ومرة يقول قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد هو مين ده اللي كان في ضلال بعيد ده الإنسان ده الشخص ألا طب وإنت كنت فين ألا هذا ما لدي عتيد قد اللي أقول لأنه أبدا عليه وبعدين ما أطغيته أنا ما طلبت منه أن يطغى وممشيتش معاه في مسألة الطغيان ما أطغيته ولكن كان هو وفصل نفسه فأصبح هناك روح أصبح هناك نفس أصبح هناك عقل أصبح هناك قرين أصبح هناك بدن حقيقي كلنا عارفينه شايفينه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لعما ثم أنشأناه خلقا وشوف التعبير القرآني خلقا آخر انفصل خلاص عن أمه فصار خلق آخر لكن لما كان في بطن أمه وفي الرحم صار خلق واحد ينشأ يتم إنشاؤه في داخل الأم لم يفصل فبيتنفس من نفس تنفس الأم فبياكل من نفس أكل الأم فيمتد له الدم من نفس دم الأم كل حاجة يحصل عنده برضو فضلات وكذا وكلام من ده برضو عند الأم كله معلومة معها لقد خلقنا الإنسان كلمة على الإنسان ككل هو في داخل بطن الأم كونه الروح عمله العقل عمله القرين عمله النفس ركب له كل ده هو جوه في بطن الأم وعملوا أطوار مطورة أربعين فأربعين 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 وطوروا هذه الأطوار ومشى بهذه الصورة وبعد كده لما جيه بقى يفصلوا عن الأم أم يتكلم عن البدن قالوا لقد خلقنا الإنسان منين؟ قال من سلالة من طين من آدم بقى ومستمر ثم جعلناه نطفة فين حتة في قرار مكين وبعدين خلقنا النطفة علقة وبعدين فخلقنا العلقة مضغة بعدين فخلقنا المضغة عظاما بعدين فكسونا العظام لحما شوف الترتيب بعدين ثم أنشأناه أول ما تحطت اللحمة على الهيكل بتاعه قال ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى شو في تعبير القرآني؟ شو في التعبير القرآني بيكلمك كل ده مين الإنسان؟ إذن أنت عندك عناصر أنت مركب منها أنت عندك عناصر أنت مركب منها كل عنصر منهم له اتجاه وكل عنصر منهم مستقل بذاته ولذلك إحنا ساعات كتير الواحد يحس أو إحنا ساعات نعلق على شخص لما نلاقي عنده كثير من الاضطراب بالنفسي نقول ده شخص مخاصم نفسه طب فلان يقول لا ده مصطلح مع نفسه عامل صلح مع نفسه إيه مع نفسه؟ شوف التعبير؟ لا دي روحه حلوة لا دي روحه مش حلوة خالص غير مقبول شوف الأرواح هذه نبي قوله الأرواح وجنود مجندة ما تآلف منها اقتلف وما تناقر منها اختلف إيه ده؟ فتلاقي نفسك بتشوف واحد تحبه من قومة تشوفه ما تعرفش إيه الموضوع هو كده إيه ده؟ وتيجي تسأله إنت إيه تحبيته فيه وده كلها روحه جميلة كده وحلوة إيه ده؟ إيه روحه جميلة وحلوة؟ فين الروح دي؟ طب إنت شفت الروح دي؟ ولا ما شفتش الروح دي؟ بعدين يجي في السلوكيات بتاعته فتبصت لقيه عنده قناعة الناس تتكلب على المال وهو مقتنع عنده قناعة الناس بتجري وتقف في طبور وتساحم وتعمل وتضرب بعض وتعمل وتلي واقف كده مؤدب كويس محترم الناس قاعدة تستغل الآخرين وما عندوش لاستغلال إيه ده؟ دي نفس دي كده اسمها نفس بيتعامل النفس ده تعامل النفس بقى بيتعامل نفسي ما عندوش أنانية أقول فلان ده أناني فلان ده بيحب الخير لغيره تتعامل النفس عند الروح اتكلمنا في مسائل مش عارفين فيها حاجة أنا بيحبه فلان إيه اللي انت حبيته فيه معرفش روح حلوه خلاص بسعاف إيه حصل لكن حصل الطباة طيب تشوف إنسان بكرهه طب يا عم تعرفه لأ عشرته لأ طب إيه حكاتك أنا ومش طيب أنا ما بعرفش حاجة غريبة بيش قادر بيش قادر أتعامل معاه بيش قادر أعود معاه يعني خلاص إيه اللي حصل إيه التقالف وإيه التناكر أرواح ده تقالف وتناكر لكن سلوكيات بقى إحنا بنعملها في حياتنا اسمها نفس دي سلوكيات إنت بتعملها إنت ماشي بيها بيش قادر سلوكيات فدي صارت إيه صارت نفس طيب ساعت يحصل نوع من أنواع التسلط تلاقي نفسك إنت ما تسلط على حد أو نفسك بتسلطك على فعل حاجة فتلاقي عندك يعني حب كده إنك تعمل شيء ما معين وتفضل تزن فيه وتحاول إنك عاوز توصل للشيء ده وتكرر ذلك مرات ومرات بعدين يجي حد يسألك تقوله لا يا مش عارف والله أنا لقيت نفسي مش عارف أنا عايز أعمل ده بس أنا مش عارف يعني إيه الحاجة اللي بتضغطني في الداخل دي أو الحاجة اللي عملت زقيني على ده لو كانت حاجة سيئة يعني شيء ما يدفعك نحو المعصية شيء ما يدفعك نحو المعصية زي مثلا اللس ساعات لما تيجي تمسك وتقعد معاه طب إنت ليه عملت كده يعني إنت إيه اللي إنت كنت محتاجه إنك عشان تعمل ده يقولك والله مش عارف أنا لقيت نفسي يعني ما لا أفكر وأعمل وسوي لغات لما وصلت المرحلة دي فخلاص يعني فبقى لس حرام الذي ينظر إلى النساء أو المرأة التي تنظر إلى الرجال بانفتاحية في النظر إيه اللي بيخليك تعمل كده لما تتطلع على العوارات وأنتي لما تتطلعي على العوارات وهو النظر ده أنواع في واحدة بتبص دي مقصد شهواني دا موضوع في واحدة بتبص تاني دي مقصد آخر إيه المقصد الآخر تتطلع على ما عندي فلانة طب وجوزها بيعملها إزاي طب ولادها بيعملوا معها إيه طب هي فرشة بيتها عامل إزاي طب هي بتعمل كده والتاني بينظر بنفس الطريقة وبنفس الترتيب ونفس الحكاية دي اسمها نظرة نظرة النفس إيه النظر ده إيه الفكر ده ده ممكن يكون ده القرين الذي يدفعك نحو فعل السوء وكل واحد عنده قرينين قرين من الجن قرين من الملائكة عشان كده لما تكلم في الآيات في صورة قاف عن القرين مر يقوله وقال قرينه هذا ما لدي وتاني مر يقوله قال قرينه ربنا ما أضغيته يبقى في اتنين في واحد من الجن وفي واحد من الملائكة خد بالك خد معايا الاستنتاج بتاع الآيات خد معايا استنتاج الآيات فكر معايا في استنتاج الآيات ايه 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 نستنتجه من الآيات عشان تاخد بالك فتلاقي نفسك أحيانا عندك اندفاع لفعل الخير عندك اندفاع لأداء الطاعات عندك اندفاع لأداء العبادات وفي نفس الوقت ما عندكش اندفاع لده بل عندك اندفاع للمعاصي المنكرات عندك اندفاع نحو شيء مخالف عندك اندفاع نحو شيء فيه تطلع على عورات الآخرين انتاعد تتطلع وتشوف ايه اللي ورده وتفكر وتتعب ونفسك تتعب ده عمل قريم يبقى القريم ده شيء منفصل بذاته عنك ايضا يبقى دي الروح قد النفس قد العقل قد القريم كله موجوده كله له تفصيل كل الكلام ده له تفصيل كبير قوي بس انا عايز نهاردة اعمل يعني اقولك الفكرة كلها او الموضوع ككل بس اقولك الموضوع اجمالا وبعد كده نبدأ نفكر نحل الموضوع ده الزي عشان نعرف يبقى عندنا احياء للنفس عشان نعرف يبقى عندنا كيان عشان نعرف يبقى عندنا مكانة ايه مكانة اجتماعية ايه مكانة انسانية ايه تساعد تسمع الالفاظ دي والمصطلحات دي انت تقدر تعمل نفسك ده ولا ما تقدرش تقدر انت تبقى كده ولا لا الحاجة الخامسة في التركيب الذات البشري تشيء الخامس البدن فهجيب مسألة البدن دي البدن ده لو ضربنا مثل يعني او تشبين اقول هو ده ارض الملعب اللي بيكتمع عليها كل اللاعبين وكل واحد بيمارس هوايته فيها فلو افترضنا مثلا ان احنا عندنا ملعب كده مكان ده ملعب كرة قدم فبيحطوا جون هنا وحطوا جون هنا ويجي احداشر لعب يوقف هنا ويجي احداشر لعب يوقف هنا وبعدين دول مهمتهم ياخدوا حتة الجلدة دي يحطها في الشبكة دي ودول مهمتهم ياخدوا حتة الجلدة دي يحطها في الشبكة دي ما عندهمش هدف اخرى فيش هدف أخرى عندهش أي فكر تاني في أي حاجة هو دي شغلته فتلاقي الحداشر دول جيش قاعد يعاون بعضه عشان يوصل يحط الكرة في الشبكة التانية والتانيين عندهم عملين انه يدافع وكمان ياخد الكرة يحطها في الشبكة التانية قادل فكر هل دول كانوا شخص واحد لا دول مش شخص واحد دي أشخاص متعددة خلينا أقول لكم فكرة النفس دول بيمثلوا إيه وإن إزاي البدن هو الأرض الملعب أقول لكم ده لكن بعد هذا الفصل السلام عليكم ورحمة الله نكون قبل الفاصل بنحكي فيه احنا قلنا دي سلسلة حلقات بعنوان إحياء النفوس إحنا فعلا محتاجين ده محتاجين إحياء للنفوس عشان الدنيا تتغير خالص فأنا كنت بشرح الفكرة بتاعتها فأنا قلت لحضراتكم إن إنسان مركب من عناصر العناصر دي خمسة متفق عليها وفي واحدة ستة هقول لكم عليها برضو لكن الخمسة المتفق عليهم الروح والنفس والعقل والقرين والبدن دول خمسة الأربع حاجات دول اللي هو الروح والنفس والعقل والقرين دول المقر بتاعهم في البدن يبقى البدن ده أنا بشبهه لحضراتكم بأرض الملعب وكل واحد له هدف ماشي فيه فالروح لها اتجاه والعقل له اتجاه والنفس له اتجاه والقرين له اتجاه ركز بقى عشان تعرف أسباب الخلافات اللي في الدنيا دي كلها جات منين وإن أنت نفسك مختلف ليه ومنشق ليه عن نفسك وتعبال ليه ومتأثر ليه ليه إيه سر أبقول لك الروح لا تؤمن إلا بالغاية خلاص فإذا انتصرت الروح دي معركة وأنا قلتلكم 11 لعب هنا و11 لعب هنا احنا مش هنقول بقى 11 احنا هنقول اتنين هنا وثلاثة هنا مثلا أو اتنين هنا واثنين هنا بيلعبوا على أرض الملعب فأناعتبر أرض الملعب دي البدن والروح والنفس في ملعب في اتجاه والعقل والقرين في اتجاه والاتنين بيقابلوا بعض كل واحد له أدف كل واحد له منطقة بيلعب فيها وبتحرك من خلالها فالروح لا تؤمن إلا بالغيب فلو انتصرت الروح على النفس والعقل والقرين هتلاقي نفسك انت ما تسمى بقى بالروحاني بس مش الروحاني اللي تعفريت والكلام ده لا لا اللي هي روحانياتك المرتفعة إيمانياتك المرتفعة فتلاقي عندك تقديم الغيب على الايه؟ على المادي على الواقع تلاقي انت لاي نفسك انت بقيت كده هتلاقي نفسك بقيت بت مرحلة دي فتلاقي نفسك اللي بيقول عليهم بعض الناس احنا قلنا درويش مش عارف ايه كده المسميات دي الروح انتصرت طيب النفس النفس دايما دايما وابتا بتقبل تقبل الحل والوحش الاثنين مع بعض الروح لا تأخذ ابدا ولا تقبل ابدا الا كل ما هو غيبي ويلا كل ما هو صحيح مئة في المئة انما النفس لا النفس حتي النفس تقبل الشهوة فتشتهي الطعام حلالا كانت او حراما تشتهي النساء حلالا كانت او حراما تشتهي الدنيا سواء اخذتها المال سواء اخذها بطريق حلال او بحرام زيك القرآن يقول تعبير جميل قوي لما يجي يتكلم في الحتة دي ما يقولش ابدا زينا للذين امنوا لا يقول زينا للناس تكلم على النفس لان النفس بتقبل كله زي ما الناس اقول عليهم ناس على مجموعة من الناس بقول عليهم ناس من غير ما اوصفهم بوصف لا بقول مجموعة مسلمين ولا مجموعة يهود ولا مجموعة نصارى ولا مجموعة كده لا انا بقول مجموعة من الناس مدم قلت مجموعة من الناس يبقى اللي جوة دول فيهم اطفال فيهم شباب فيهم شيوخ فيهم رجال فيهم اناس فيهم مسلمين فيهم نصارى فيهم يهود فيهم كده فيهم كده في كله اسمها مجموعة من الناس فلأن النفس تقبل كل شيء أم القرآن لما جي تكلم قال زينة للناس ركز في كلام القرآن هاخده لأستاذ خالد وهارجع شرح لكم الحتة دي تاني أستاذ خالد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أستاذ خالد سلام عليكم تفضل عليكم السلام تفضل سؤالك أستفسر بس من الشيخ حضرته بيقول يعني من نفس أمات وبتدفع البنقادم فإزاي البنقادم يروب النفس وتكون النفس تدفعه للخير حاضر حاضر احنا كل كل الكلام ده أنا بقول مقدمة لكمية من الحلقات كبيرة من الصغيرة وانا هاخد نقطة نقطة وحشرحها لكن مسألة النفس ما احنا لسه هناخد في النفس قصة كبيرة أول هنعرف ايه هي النفس قرآن اتكلم عنها ازاي هنقول أنواع النفس في نفس أمرة بالسوق اللي هي بتدفع الإنسان إلى السوق وهقول صفاتها عشان بس ما نعودش نقول كلام يعني يعني هيبقى مقتضب يعني وهنقول النفس اللي هي المطمئنة وهنقول النفس الحية والنفس الميتة هنقض نشرح دا كله كل مرة هناخد حتة كده نتكلم فيها عن النفس ونشرحها وندقق الشرح فيها ونعمل الإسقاط عليها ونقول الكلام دا كله عشان حتكتبقى فهمين لكن أنا بقول لما أقول نفس أمرة بالسوق أيوة في نفس أمرة بالسوق إيه اللي خلتها تبقى أمرة بالسوق لأنك إنت طوعت نفسك مش هيدي اتجاه الشيوات فتقعد النفس تخليك تقبل 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 كل ما هو حرام ونتي بعدكش عنه طيب إنت عايز تلحق بقى تعدلها العقل بقى هنا دوره عشان كده أنا قلت الآية اللي ربنا بقول عليها وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَا رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَةَ مين اللي ينهى النَّفْسَةَ اللي هو العقل فهين العقل العقل هو الذي يفكر ويتدبر فعايز أقول إن الروح تؤمن بالغيبيات المطلقة العقل على العكس تماما لا يؤمن إلا بالمادة المطلقة عمره بيقتنق إلا لما يشوف بعينه إلا لما يشوف حاجة حقيقية ما يفيش حاجة اسمها غيبة عنده لا يؤمن إلا بالإيه بالمادة مطلقة يبقى الروح بالغيب مطلقة العقل بالمادة مطلقة النفس تقبل اثنين معا وتقبل غيرهما فالنفس ممكن تبقى كفرة والنفس ممكن تبقى مؤمنة والنفس ممكن تبقى تقية والنفس ممكن تبقى قنانية والنفس ممكن تبقى محبة للخير والنفس ممكن تبقى محبه للشر وده اللي احنا مشوفوا الناس وانت نفسك بتحول عليك المراحل دي بتجيلك في حياتك بتفضل تتحول هذي المراحل مع نفسك انت مرة ساعدت بقى كده ومرة ساعدت بقى كده ومرة ساعدت بقى كده مرة تلاقي نفسك عندك غريزة الشر اقوى ومرة تلاقي عندك غريزة الخير اقوى مرة نفس الشخص تحب انك انت تحسن اليه وتعطيه ونفس الشخص وهو انت نفس الراجل يبقى برضو ما انت ما عندكش رغبة انك انت تحسن إليه بل انك انت عايز تضره أو تؤذيه حيانا بتحصل كده ابنك انت ساعد تلاقي نفسك مرتبط بيقاوي بتحب وحشك جدا جدا وفي نفس التوقيت ساعدت تبقى قرفان منه مش عايشه في شكله في نفس التوقيت ممكن تضرب وتؤذيه بسبب فعلة بسيطة عملها يعني ممكن غلط غلطة صغير ماسك كوباية أزاس فوقعت منه تكسرت خلاص يعني موضوع بسيط مش محتاج حاجة فتلاقي الامة ام تروح مسكاه ضربه شواتي الامة على اليمين والشبال طاق 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 ايه ده كل حصل كل حكاية ايه اللي حصل ولا حاجة عاية اللي عنده تلات سنين أو اربع سنين وقع كوباية كسرت ده موضوع بسيط خالص يعني موضوع مش صعب والعاجل فتضرب كل الدرب ده في نفس التوقيت في نفس التوقيت ممكن نفس الولاد اللي في نفس السن يمسك موبايل 18000 جنيه وكسره وبعدين ام تحتاضن وتقوله ازاي تعمل كده شوف ده شوف بعدك وباية يعني 8-23 جنيه وده موبايل 18000 جنيه ولا بتاع يعني شوف الفرق نبين للموقف هو انت نفس الشخص هو نفس ابنك ونفس الحكاية ولكن التصرف صار مختلفا فلماذا كان التصرف مختلفا لان النفس تقبل تقبل هذا وتقبل ذاك تقبل الشيء وعكسه تقبل الشيء وضده تقبل ده وتقبل ده فتاخد الكلام وتاخد الغثاء تقبل اي كلام النفس ولزيك فيه فريق من الناس القرآن قال عنهم ان الناس دي ما عندهاش مخت ما بتفكرش اقولي قال لا ما يتفكروش هم قال ايه اللي حصل قال النفس بتاعهم طغط على الروح وطغط على العقل وطغط على كل حاجة فبقوا مش حقلين خالص فلا يتأثرون لا بصيام ولا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بذكر ولا بقراءة قرآن ولا بسماعه ما يتأثرش لان كل انا قلت دي غيبيات ولا يتأثر حتى بالعقل لما تقوله طب حتى ياخي بالعقل ده الموضوع واضح جدا يعني الدنيا كلها لو سألتها قلت لها ايه دي كل الدنيا هتقولك دينا الدارة لو قلت العلم كله دا ايه كله هيقولك ألم فلما يجيلك هو يقولك لهذا ليس بقلم أمال دا ايه يا سيدي يقولك لدي طوبة معقول يقولك اه معقول كلام دا صاح كلام دا صاح ويصروا على رأيه دا واحد خلاص ما عندوش ادنى مفهومية على الحاجة زي منه كتير فقول ما قال دا طوبة مليون واحد تناقل منه ان دي طوبة وليست قلم فابتدأوا يعتبروا ان ما في يد الشيخ طوبة وليست في قلم وقعدوا ينقلوا الكلام قرآن قال كده في قاية قال اذ تلقونه ها شو 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 كلام بألسنتكم يعني انت الكلام لما خدته مني ما عرضتوش على قلبك بسمعتوش بودنك ما دخلتوش على عقلك ايه اللي خلاك تعمل كده شوف اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم اي كلام انت بتقول اي كلام اي حوار انت بتقوله اتا بعدكش التركيز في اي حاجة اتا تقول اي حاجة اذ تلقونه بايه ها بايه بألسنتكم وتقولون بايه بأفواهكم ما ليس لكم به علم او دا اللي بيحصل فلو انت الشخص دا اللي خلاك بقيت كده قال عشان النفس طاغت على العقل فالعقل الذي لا يؤمنه إلا بالمادة النفس قفرت عليك بس راح راح نفسك راح نفسك دا اللي بالمادة بلا بتاع بلا بالأدلة بلا بشش اركن 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 اي حاجة اللي ياب اسمها عندنا فهلوة ها فاكرين دي فهلوة عادي اركن اركن والروح لا تؤمنه إلا بالغيب الناس بساحة دا عاد يفوت ما انت تعطل قيام ليل وقرأة قرآن والذكر والدعاء فالنفس خير بقى عايزين نخير بقى عايزين نطور من نفسينا عايزين نغير بقى من نفسينا انت بتقول نفسك انا بكلمك اني اخد بالك انت لما بتوقف قدام المراية فبتعطي بص مش عجبك شعرك مش عجبك هدومك مش عجبك كذا انت مين انت انت بتكلم حد تاني مين الحد التاني بتكلم نفسك ليه لان انت مكون من عناصر اخده لستاذ غادة وارجع اوضح حدكو النقطة دي ساذة غادة السلام عليكم عليكم السلام اتفضل يا فاند من فالله حضرتك انا عارفة ان ما ينفعش ان احنا نجمع ما بين يتين فموضوع في يوم الست ايام اللي هم بتوع شوال والليام اللي احنا بنقذيها عم فترنا في رمضان تمام فلو حد مثلا بيجي يتعب من السيام يعني يبقى صايم رمضان الحمد لله كويس ويجي يتعب بعد شوال يفطر يعني يجي يفطر بقى ويصوم تاني يبقى تعبان صحيا في الحالة دي الوضع ان هو يجمع بين الانتين ولا يصوم بقى الست ايام عادي وبعدين طول السنة ربنا يسهر ويصوم الدقين ولا الحل ايه طعب حضرتك اقول لحضرتك احكي لكم مسألة ستة شوال وجمع الستة الشوال مع القضاء النساء اللي تبقى عليها قضاء من رمضان او المرضى اللي كانوا مرضانين فطروا من الرجال او غير فطر لعذر يعني فعايز يقضي ما عليه فهل ينفع يجمع لاتنين فان واحد بقولك ان احنا ما بنجمعش في النواية الا في الاشياء التي ليس لها عمل منفصل او مستقل يعني في حاجة اسمها اعمال قائمة بذاتها فصار رمضان ده قائم بذاته قائم بذاته في حاجة اسمها صيام رمضان فريدة كون الناس اذن تومها اسمه قائم عمل قائم بذاته لكن ست شوال ليس قائما بذاته ممكن اصومو ممكن ما صوموش ممكن اصومو في يوم اتنين وخميس ويوم ما صوموش ممكن يعصل ده كله انما فعشان كده ما ينفعش اجمع في النية ما بين الاتنين ان انا اصوم بنية شوال ونية القضاء اللي عليها لا ما ينفعش ليه ما ينفعش لان صيام رمضان قائم بذاته لكن صيام ست شوال ليس قائما بذاته ده فرض وده ايه ليس بفرض ادي حاج انما لو حد بيتعب زي الاختي غادة اللي تقول فبقولها ايه شو بقى الكلام تاني ان احنا بنصوم القضاء اللي علينا في نفس ايام السنة اللي هي في ايام ست شوال او في يوم اتنين او في يوم خميس بنية القضاء نية واحدة لانه خائم بذاته بنية القضاء واخذ اجر الاتنين اخدت اجر القضاء اللي عليها واخدت اجر ان انا اصبت السنة في نفس التوقيت زي ركعتين تحية المسجد لما ادخل لو لقيت الناس قعدة فاصلي ركعتين تحية المسجد طب لو لقيت الامام بيصلي وانا كنت ناوي اصلي تحية المسجد فدخلت فصليت مع الامام سقط عني تحية المسجد لكني اول ما دخلت عملت صلاة زي ركعتين سنة العشة او اي صلاة وركعتين تحية المسجد دخلت لقيت الوقت قليل قوي فقلت خلاص انا حانوي اصلي ركعتين دول بنيتين نية سنة العشة ونيت تحية المسجد اخد الاجرين لان كل عمل فيهم ليس مستقلا وليس قائما بذاته ينفع دايس يسد مكان ده اخد مين طيب انا هنتلع في وصل وهرجع بحضرتكم مرة تانية تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احنا كنا قبل الفاصل قلنا ان احنا بنتكلم على ان احنا عندنا خمس حاجات خمس عناصر مركب منهم انسان مطلوب مني بقى قرآن الكريم هو بيكلم بيناقش القضايا دي عمل لكل شيء غذاء عمل للروح غذاء وعمل العقل غذاء وعمل للنفس غذاء وعمل للقريم غذاء وعمل للبدم غذاء وقاعد القرآن يهتم بالشكليات دي والكلام ده كتير ويحكي في كتير اوه عشان الناس تنتبه وتاخد بالك باله قاعد يقول لك ويركز لك ازاي ازاي تؤمن بروحانيات يقوم حاطط لك عمل مثلا زي عمل الصيام حاجة مرتبطة بالروح ملاش علاقة بالبدن ولا بل انك قد تضر البدن احيانا ممكن تتفكر كده خدي ناخد الستاذ محمد درجع لحضركم استاذ محمد سلام عليكم سلام عليكم فضل فضل مرحبا بقول لي سابتك الدعاء في الفجر ها الواجب ولا مش واجب حاضر وبعدين الصلاة اللي هي اربع ركعات ها نقف يقرأ نص التشاهد ولا تقرأ التشاهد كامل وبعدين تقرأ التشاهد كامل طيب حاضر حاضر شكرا شوف بالنسبة للقنوط دعاء القنوط اللي هو بيكون في صلاة الفجر ده ممكن نواظب عليه كل يوم هو ده سنة ممكن نواظب على دعاء القنوط في كل فجر في حالة النوازل لما يكون الناس في حالة حرب في حالة نوازل في حالة كده في حالة كرب في حالة كده يمكن أن يواظب الإنسان على دعاء القنوط في كل يوم وإذا لم يواظب فلا حرج والأصل أن ندعو فترة وأن نتوقف يعني ليس ما يكونش الموضوع يومي وبعدين الدعاء أنصح السادة الأئمة علمائنا أن في دعاء حتى القنوة ناخد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقصر يعني ما يكون مثلا في بعض إخواننا الفضلاء والعلماء يطيلون في الدعاء فهذا يؤثر أحيانا على بعض الناس المصلين فإحنا نكتفي من الدعاء بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي دعاء شامل جامع كما قاله أهل العلم من الدعاء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري أو أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا الدنيانا التي فيها مع عاشنا وأصلح لنا آخرتانا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر هذا دعاء شامل أصلح لي الدنيا كلها التي فيها معاش أصلح لي الآخرة التي إليها معادي أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري كل هذا دعاء كامل شامل لا يحتاج منك إلى تفاصيل ولا كده لو كانت دعاء قاصيرا بهذه الصورة لما يعني سئم الناس منه لكن حكمه أنه سنة ويكون مؤكدا في حال النوازل وفي حال الأمن والاستقرار يمكن أن يقال ويمكن أن يترك بالنسبة لصلاة التشاهد الأوسط والتشاهد الأخير تشاهد الأوسط بعض العلماء يقول أن التشاهد كله قطعة واحدة بالصلاة للصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية اللي هي اللهم صلى على محمد وعلى آله محمد وبعضهم يرى أن أصل التشاهد النصف الأول منها فقط التحيات لله والصلاة والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهدها لا إله إلا الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أشهدها محمد العبد ورسول الجزئية دي هي دي الأصل في التشاهد ليه التحيات هي دي الأصل في التشاهد فإذا قال الإنسان فقط في النصف الأول من الركعتين الأولانيين خلاص أجزأه ذلك وإذا قالها حتى في الآخر وسلم أجزأه ذلك لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية الله ما صلي على محمد وعلى ألي محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم وبارك على محمد وعلى ألي محمد كما بركت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم إنك حميده مجيد ودي بصيغة متعددة يعني موجودة بالصيغة متعددة دي صيغة منهم المختصرة لو أنا قلت ده في النصف الأولاني صح ذلك عند بعض الفقهاء ويرى بعضهم أن احنا نقرأ النصف الأولاني من التشاهد فقط دون الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج في الأمرين في هذه المسألة من فعل ذلك فلا بأس ومن فعل ذلك فلا بأس أرجع أقول لك أن القرآن اهتم بمسائل الغذاء اهتم بمسائل الغذاء غذاء للروح غذاء للنفس غذاء للعقل وقلت لك مثلا قلت لك مثلا الصيام أحيانا الصيام ده ممكن إنسان يحس أنه ده شيء متعب جدا يمتنع عن طعام وشرب فترة طويلة 17 ساعة 16 ساعة 20 ساعة في بعض البلدان رقم قياسي الموضوع شقي جدا ومرهج جدا فالكلام ده إيه لسه فيه رياضة للبدن يعني أنت بتحرم البدن من طعام وشرب فترة طويلة جدا إيه الفكرة قال لده الموضوع الصيام ده ده غذاء رايح لحاجة تانية خالص رايح للروح إنت ملاكش علاقة فيه ولذلك صار مفروضا وفيش في قولان وصار شهر كامل والقرآن جاءال كده قال شهر رمضان الذي أنزل فيه قرآن بعدين قال فمن شاهد منكم الشهر كله فليصم يبقى ده إيه الفكرة دي إيه في الشهر هنا قال لا لا ده الفكرة في مسألة الشهر إنه إنه هو دي حاجة على بعضها فده غذاء مختص بالروح مسألة غيبية وجاء في الحديث كله عمل ابن أدم لو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزبه هقول يبقى دي مسألة خاصة بالروح جاء في عبادة القرآن لما تكلم عن القرآن اتكلم عن القرآن وحط في وسط الكلام عن القرآن الكلام عن الروح يبقى ده غذاء رايح للروح وفعلا دي أؤثر عليه أشرح لكم دي لكن أخد مين منا سؤسة منا سلام عليكم فضلي على إيه يا فنم أخوي متواصي يعني وكان عامل وصي يعني أهتفضلي قولي سؤالك هو كان متواصي وهو كان متواصي دواء الدفل في الحفة تانية آه أسأل الله أن يرحم أخوك وأن يرحم موتنا وموتى المسلمين هو كان مواصي طبعا الخط القطع عندما عرفنا السؤالي لكن حتوقعه ننجيه هو كان متواصي أن يدفن في مكان لكنه دفن في مكان آخر الأصل في الوصية أنها واجبة أنها واجبة والقرآن يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فقال إذا أوصل المتوفى أن يدفن في مكان فلا ينبغي أن ينقل منه إلا في الضرور إن هو كان وصف حياته عن يدفن في مكان فلاني بعدين جاسلت شال المكان بعدين حصلت مشكلة فيه حصل أي نوع من أنواع أي حاجة يعني استحالت الدفن في هذا المكان فيستعاد به بمكان آخر قريب منه ده في حالة الظروف لكن لو لازال المكان موجودا والناس قد عرفت أنه قد وصى بذلك لكنهم خالفوا فالذي يخالف هذا هو الذي يأثم إيه؟ لأن وصية الميت واجبة عندما وصى أن يدفن هنا فعلي ذلك عندما تأذي الوصية توافق ما أمر الله تبارك وتعالى وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تخالف نصا لا في كتاب ولا في سنة ليه؟ يعني مثلا واحد وصى مثال واحد وصى لابنه بكل ممتلكاته وثرواته لا جوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا وصية لوارث يبقى أنا في الحالة دي ما ينفعش أوصي لابني يبقى دي وصية كده أصبحت غير واجبة لأنها خلفت أصل من الأصول ففي الحالة دي بنرجع نقول له لا لا تفعل بها دي الوصية لو أبو مات ونقول له لا ما تعملش كده وقسمها على الميراث وربنا سبحانه وتعالي وسامح أبوك على ما فعل وإنت كذلك يكون الأمر على ذرزه لأن هذه المسألة فيها ظلم اللي هو مسألة حرمان الورثة الحقيقيون من الميراث هذه المسألة لا تصح ولا تجوز بنرجع تاني لنفس الموضوع بتاع إحياء الدفوس هي الموضوع ده يعني لما أنا فكرت آية واحدة هي اللي هزت كيان الإنسان لما سيدنا عيسى بيقول لربنا كده لما ربنا بيسأله بيقول له يا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيني من دون الله قال سبحانك ما يكونوا لي أن أقول ما ليس لي بيحلم إن كنت قلته فقد علمته شوف التعبير بقى اللي بعد كده تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعبير ده رهيب تعلم ما في نفسي لا ده المشكلة بقى مش مش أنت تعلم ما قلت لا 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 أصلي ما قلت ده كلامة آل سمع فلان سمع عدلان أسجل ممكن حد يسجله ممكن يعد تسميعه هكذا ها سماعه ومشاهدته لكن الله ما بيقولهش كده ما بيكلمهش على الظاهر تسيدنا عيسى بيكلم ربنا على الباطن فبيقوله تعلم ما في نفسي وبالرغم أنك تعلم ما في نفسي أنا لا أعلم ما في نفسك فلماذا سألتني هذا السؤال في أدب ومشانت يقوله تريد تسألني السؤال ده لا 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 إنما يقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أن تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به هذا كلام سيدنا عيسى فالآية دي استوقفتني للحديث عن النفس واستوقفني مع الحديث عن الروح يسألونك عن الروح كل الروح من أمن رب واستوقفني أيضا بعض الأحداث التي تدور إن شخص يبقى في المستشفى لا يتكلم ولا ينطق لكنه يتنفس وليس فيه شيء يعني ما فيش غير النفس وأحيانا يقوله كل أجهزة توقفت لكن ما زال النفس داخل وخارج داخل وخارج داخل وخارج فمن إين ده؟ من إين ده جاه؟ جاه النفس ده خارج وداخل من إين؟ ولا يتكلم ولا يفهم شيء ولا يعقل شيء ولا بفيش أي تفكير هذه الحتة السادسة اللي هم قالوا عليها العنصر السادس اللي هو سر الحياة لأنهم قالوا أن الروح أحيانا تخرج من الإنسان في حال نومه وتعود إليه مرة ثانية فخروج الروح وهي متعلقة بالبدن أو بالجسد والجسد لا يموت قالوا إذا ليس خروج الروح دلالة على الموت أمنا إيه اللي دلالة على الموت؟ قال الله يتوفى الأنفس الله يعني ممكن دروح تخرج والنفس تفضل موجودة آه قال النفس تفضل موجودة إمتى يتحقق الموت؟ والوفاء إمتى تتحقق؟ لما النفس نفسها اللي تخرج الله ده النفس دي حاجة غير الروح قالوا آه طب إيه النفس دي؟ إيه حكيتها؟ إيه تعلق الروح بيها؟ إيه تعلق البدن بالروح والنفس والعقل والقرين؟ إيه التعلقات دي؟ هل إحنا ممكن يبقى فعلا الإنسان مركب من كل العناصر؟ آه عشان كده أنت مش عارف أنت رايح فين جاي منين بتعمل إيه؟ فالقرآن الكريم ضبط لك ذلك كله وأعطا لك هذه الأنواع من الأغذية المتنوعة وحتى عمل لك تكوينك من خمس عناصر وعمل لك بناء الدين نفسه على خمسة عناصر ده حورنا اللي إحنا هنفتحه مع بعض ونحكيه في لقاءتنا المتعددة في كل يوم سبت ده المعاد نتثابت في كل سبت إن شاء الله نشوفكم على خير في حلقة القادمة استوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة